السلام عليكم ليشاف معاكم الشاف والد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لا بس رجعت لكم اليوم بهد الوصفة المطلوع ليشتكم بزاف لي كومنتر شاف والد حضر لنا المطلوع على طريقة تعيك اليوم شاركت معاكم هد الوصفة بأقل المقادير بأنجح المقادر كما يقولوا معاكم غير تبع معايا مقادر الوصفة وطريقة تعذير أول حاجة نقولوا باسم الله هنا يدي تلت غرفية تاع الفارينة تحبوا تخدموا بالكاس يجوكم زج خبزة صغار تحبوا تخدموا بهذه الغرفية اللي اشتوها معايا يجوكم زج خبزة كبار كل ديت مغرفة تاع السكر رشيتها من فوقها لما الحمازة باش ندير ونحطوه من جهة دوكوتي هنا يديت ملاعقة أكلتها خاملة العجين رشيتها كامل فوق هذه الفارينة لما الحمازة يتلاقاش مع الخميرة منذيروه اشدوكا باش الخميرة التعنات تفاعل وتخمرنا فيت في ديت سوية شوية تاع السانوج بس كنا نحب المطلوعة تعيكو فيها السانوج ليحب يستغنى على السانوج يستغنى على السانوج هنا يا خلطت ذوك المكونات الجافة مع بعض ديهاد بعض كما كنت لاحظوا معي ونبدأ نطم فيها بالماء غير بالعقل حتى نشوفوا العجينة تاناولاتنا متماسكة وحكمها روحة باش نضيفوا الملح دوك هنا نبدأ ندير هاق داية الماء غير بالعقل من الاحسن يكون ماء شوية ياد مش بالزاف ولا قدرتوهم الحنفية ولا من القرعة هذه الكتبه ما معلش دوك هنا ندير الملح اللي هي ملعقة قهوة تكون مملوئة جيدا تاع الملح الملح ضروري جدا نديرها في الخبز بس كهو لا يطيلو الإحميرات هو لا يطيلو الانتفاخ هو لا يحمدو هذه الكولير الشابة من فوقها سيبور سيقول لكم الملح سيطري زي امورتون في الخباب باستوعكم ولا في البريوش البريوش صان سال مشي بريوش هنا يا كي طميت العجينة تاعي كامل نحكم شوية على ما توجر في هداك البول لي كي يلتبه الفارينة شتو اليوم هدا يسمي وهل مطلوع الفارينة ماشي مطلوع سميد سميد درتو لكم ديجا في القانت دي علي حبطو شوية تحتها بلا كتبوا مطلوع سميد شافوا وديت في الرشرج يخرج لكم مطلوع سميد اليوم شت باك الناس ما وش متوفر كامل عندهم بزاف سميد متوفر سميد عفوان سميد الناعم ليه هو الرقيق تتوب الفارينة لي متوفرها كامل في كل بيت هنا بديت نشمخي دي غير بالعقل وراني ينطري فيه وعلى شراني ينطري فيه الخبز تاكم قد ما يجي طريه قد ما يجي القاوم بتاعه الخفة دياله مليحة ما يجيكمش معجن ما يجيكمش مكدس شغل ما يجيش معبز للداخل وثاني كحاجة عديت تعجبني في الخبز الفارينة يجي مهوي وخفيف هذا وشي يعجبني فيه دوك بديت ندلك فيه غير بالعقل غير ما نشوف هداك الماء نشفلي شوية انزيت شوية على الماء حتى طريت شوية العجينة العجينة غير طريبها متخافج منها بدأت غطيها خلوها ترتاح لمدة عشر دقائق فقط عليش ترتاح لي عشر دقائق باش تنطلق الوحة شوية ونقدر نزدلكها شوية ونزدلها شوية ما هيدا سمحولي هنايا راهي شربتلي شوية على الماء نحيط لها ديك سربيتة لقطيتها بها ونزدلها شوية على الماء صبتو باللي شرب لي هذيك الكمية على الماء عشر دقائق فقط هنا نزدلكه نشرب له شوية تعالما يوالي طري شوية على هكذا أم بلوس العجينة التي تقول لي ليس ما تقوليش حرشها من الفوقها تقول لي لي ملساء هكذا شوفوا يقدب عليكم العجينة تلجفنا وحده خلما تحطوا فوق البوتاجي وتعجنه تلجفنا عنده حاجة وحده أخرى هكذا نعجن غير شوية أبرك هذا ما كان قولوا تقريبا تلتقى يا قولا كيف كيف نشوف العجينة أشربت شوية نزد لها شوية ما بيني الضيابرك ونعجن هكذا كملتها كامل لماذا تريد يجب عليكم يلسقوه بزاف يجب عليكم غير شوية على الزيت او بشوية ما بيني الضياب ونعود نغطيها ونجعلها تخمرنا حتى يضاعف الحجم عفوا قبل هذا الشيء كامل ندرى واحد الجاس يسمى الخبز في البلدان الخارجية فرنسا يدروا هذا الجاس وهو غابة وش معانتها الغابة نفتحها شوية ونقلبها نفتحها شوية ونقلبها وشغل ندخلها الهواء كامل ونقلبها لكي تلاسق ملح بنيتها ونعرف بليك لغابة ونقلبها 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 نقلبها يمراها ونقلبها 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 كيف يمكنك أن تقوم بعمل هذه الطريقة انظروا العجين بلت مرزا ثاني الزيت لا تجعل لكم صلابات تلصق لكم هذه الخبزتين الأولى انظروا العجين بلت جابا جربوا هذه الطريقة على بل يحتاج بكم بل بزاف ثاني العجين يأتي بزاف خفيف نحكم هذه الخبزتين داخل سميد يكون مواياً كي يكون متوسط يتحرق لكم كامل لا يطيب على وجه واحد منطقة طيب ومنطقة لا يطيب لا يطيب سميد رطب سيتوزع لكم كامل على الخوزة وتأنك لا يتحرق لكم ويمدلكم لون شباب لا يطيب سميد ثاني كنت تعرفوا كامل لا يطيب سميد لا يطيب سميد لا لا نحبط سميد الزيت هذا ونحكم بابي كويس شيء مهم جداً لذي أريد أن نأخذ بابي كويس داخله قليلاً لكي نبدأ نخبز فيها ونحن نأخذ العجينة الثانية لماذا تفوق بابي كويس يقولون لي لا نستطيع أن نرفض المطلعة لذي أحدنا جداً لذي أمنا يستطيع أن نرفض المطلعة لأنهم تعودوا على هذه الطريقة لا يطيب أن نرفض المطلعة لأنها تكون لدينا 17 سنة 18 سنة أو 20 سنة لا يستطيع أن نرفض المطلعة لأنهم لا يستطيع أن نرفض المطلعة الطريقة لأنهم لا نستطيع أن نرفض المطلعة لأمنا لا يستطيع أن نرفض المرحل لأنهم هنا عشان في القصة قسم براحل المطلعة لا يستطيع أن نرفضم ولأنني لن نرفض بذائر لا يستطيع أن إنتبه امن فتحبوها دمك نحكم كمية قليلة على سمين التاعي ندير من الفوق هذا الطريق يقول انقرس انقرس في الخبزة التاعي شوفوا الوسط لا تركزوش علىها ركزو على ليكوتي رقوهم شوية زيادة نخلق لو لا تخمر ثم تلقى روحا شوية ثانيك ونحو الخبزة التانية شوفوا العجينة شحية طريقة تفتح وحدة نفتحوها كامل سي وبرك كيف اشترقوها شوية في ليكوتي ونزل ونغطوهم ويخلوهم يخمروا كي يخمروا ويضعفوا الحجم باش حتى يضعفوا الحجم حتى يتردقوا بزاف باش نديروهم يطيبوا هكذا وانا عاود تولية اللولانية وراني نرقق شوية لكوتي شتوت حل طريقة سهلة نكمل لهم في زوج نعاود نرجع لكم نرقق شوية للمطلوع التوعيفية نغطيهم دعهم يخمروا بعقلهم نروح نديرو حل كوموند كانت عندي تاتزيريات نروح نقلصهم كامل نكملهم كي يكمل تزيريات تلقيت باللي مطلوع التاعي اهو خمرلي شوفوا ما وش خامر اصون بورسون اديكيا قسمة سخنطاجين تاعي ونديروهم يطيبوا لي دون كراني سواء سواء انا هيا شوفوا كيف ترفضهم بزاف سهلا وليكم بطريقة احكموا كش حاجة دائرية هكذا ففضل ورفضوه شتوش حل سهلا باشي كامل سعيبا تقدروا كامل ترفضوا المطلوع تاعكم وطيبوه في الطاجين ما يتفسد لشكل دياله ما وعلو خلي الطاجين تاعي يسخنلي ملح ونرفض الخبزة تاعي ونطيبها بالبابي كويسون تاعها كما راهي بارك إذا طيبتوا في الطاجين كما تعي هذا عنده بزاف وعدنا هالطاجين إذا طيبتوا في الحديد كما أنا في هليزيك زاق عدوما نقصوا شوية للنار شتو النار متوسطة لا لا زيدوا نقصوا لتحت النار متوسط تكون النار قليلا شوية بشي طيب لكم احتلقوا لبلدية لداخل وما يتحمر لكم جفيت فيه وتقولوا طابرنا وهو الداخل ما زالوا عجينا هكذا طعونك رحولوا غير بالعقل طاجين تاع الحديد ولا كش مقلعة حديدتكم عندكم وطيبوها عادي احنا شوفوا كين مناطق يحماروا كين مناطق لم يحماروش ما يهمناش نحوالتك تقيق زايد كامل بعد نعود نقلب الخبزة هذو كل جوايه لي مشي طيبين بزاف نعود نحمرها هذا ما كان شوفوا هكذا الضغطوا برك شوية هذا مشي بزاف الضغطوا غير شوية بشي تحمروا لكم كامل جوانب هادي هي الخبزة اللولة تانا كيف كيف ذو كنزن طيب الدوزيان بنفس الطريقة ونعود نقلبها من تحت دوك شوفوا معي شوفوا من تحت شعيم حمر الله يبارك نقلبها من نازل نحمرها شوية في المناتق لما تحمروا ليش مع اللول هذا ما كان شوش حال سهلة مطلع شفوش حاويه ترعد وحده تلمونجا خفيف كل ريشة ما يجيش مع الجن يجي كم يقولوا كما تحبو خاطر القوم مع شوية فروماج مع اللخار ولا شوية لوبيا شوية عدس شوية شريبة بيضة ولا شربة حمراء استقوني أن المطلوع ما نكتبش عليكم تنفح لين دي المطلوع نديرو لابغا على واحدة تصبح نديرو ما نرقوش حتى من أكل هذيك العفسة كي تجيني في بالي دوك هنا ينحي دك تقيق إزاي تكامل كي ما كنت شوفوا وندي الخبزة تانية طريقة بزها بسيطة وهدها تاني كلمية عشر في دي المطلوع وريت لكم هاد طريقة تقدروا تلطيبوا بي هالمطلوع أمام في الملوي وهدها تلطيبوا بيش مفسد شكل دياله من ذاك حبا مسمن نجي نرفضها تهرب لي فسكولي عجينا بزاف طريقة هكذا بي كويسا ارفضوا وقلبوا عندما كان عليك الخبزة التانية هاد الخبزة اللي اقسمت لكم بششوفوها كفشدة من الداخل ما زالوا سخون شوية مياه هكذاك وقسمتو بششوفو الشكل دياله كفشدة من الداخل دوك نقسم لكم ورسو نقعد نعبوج فيه هكذا بششوفو فتحة الطعراء واجه ما شاء الله تجربوها الطريقة انا بالي بحاجة تجربوها وتقولولي في التعليقات فش خرجتلكم شوفو كيفش جا كي ليبونش وانديرين ينعبص في ليبونش ها يعاود يبولي كي ما كعب وانا شوفو الداخل يجي مهوي وانا مطلوع هذا عندما تجربتوش راكم ترعطي وانا فليس مطلعت هالفارينا ما كشني ما يحبوش وانا شوفو كفش يبولي البلاستو وكذا نقول لكم هنا يا راني وصلت الاخر الفيديو اذا عجبكم الفيديو تالي يوم معليكم غير تخليوا ليجا ديروا في بارتاج الفيديو ونقول لكم اي وصفة حبيتوها قولولي في التعليقات نلبي لكم طالبتاكم ان شاء الله كامل انا ينقرأ في لي كومنتر تابعكم اعطيكم صهات ستوف في الوصفة العدس فهمتوني واذا حبيتون قول قولكم تالله بزافر وحديكم ونتلاقوا ان شاء الله في وصفة اخرى عن قارب مع السلام